سريان التياري كهربائي Electric Current Flow لقد كان فيلماً ممتعاً ولكن هل رأيت البطل يا خالد؟ وهو يحاول أن يجري بصعوبة شديدة للإمساك بالمجرم لكنه لم يستطع إنني مشفق عليه فحركة الناس العشوائية وزحامهم واستضامهم به يجعله بطيئاً جداً على الرغم من محاولاته المستميطة للحاق بالمجرم هل من الممكن أن تضيئ هذا المصباح؟ أتمنى لو كانت سرعة البطل مثل سرعة الإلكترونات التي سهلت إضاءة هذا المصباح إذن فلن يمسك بالمجرم أبداً كيف ذلك؟ لقد درست في مادة العلوم أن حركة الإلكترونات الحرة في سلك النحاس هي حركة عشوائية سريعة جداً وكذلك الذرات تتحرك فتهتز حول أماكنها ولكن لماذا تكون الحركة عشوائية بهذا الشكل؟ بسبب الطاقة الحرارية للذرات وعند التأثير على الإلكترون بمجال كهربائي يجبره على التحرك نحو القطب الموجب فإنه يتصادم مع الشحنات الكهربائية الأخرى بالإضافة إلى تنافره مع باقي الإلكترونات ويصل عدد التصادمات إلى عشرة تريليونات تصادم في الثانية لذلك فهو لا يقطع سوى مليمترات خلال الدقيقة إذن كيف يسر التيار بسرعة إلى المصباح؟ أترى هذا البندول؟ سأجعل الكرة في نهايته تتحرك عن طريق دفع أول كرة وهكذا كل إلكترون يدفع غيره أثناء سريان التيار الكهربائي حسناً وإذا كنت أنت من يحرك هذه الكرات فمن يحرك الإلكترونات؟ إنه الجهد الكهربائي وما هو الجهد الكهربائي؟ الجهد الكهربائي Electric Potential هو مقياس لطاقة الوضع الكهربائية التي تسبب حركة الإلكترونات في الدائرة الكهربائية ويقاس بوحدة الفولت V ولكن كيف يحدث ذلك؟ انظر سأقوم برفع هذه الكرة أعلى من بقية الكرات ثم أتركها فتهبط لتتحرك الكرات الأخرى نعم فالكرة الأولى لها ارتفاع أكبر عن الأرض ولذا فلها طاقة وضع كبيرة فتدفع بقية الكرات وكذلك البطارية القطب السالب يحتوي على كثير من الإلكترونات البعيدة عن النواة والتي تجذبها النواة بقوة ضعيفة وعند إيصالها بالقطب الموجب فإن أنوية الذرات الموجودة هناك تجذبه بقوة كبيرة لتسحبه إليها وأثناء انتقاله يصطدم بالإلكترونات في سلك النحاس ويدفعها أمامه في نفس اتجاهه تماما كما يفعل الماء الهابط من الشلال في الماء الذي أمامه قبل أن نستكمل مشاهدة الفيلم سألخص ما تعلمته اليوم واحد الجهد الكهربائي مقياس لطاقة الوضع الكهربائية التي تسبب حركة الإلكترونات في الدائرة الكهربائية وتقاس بوحدة الفولت اثنان سرعة الإلكترون عبر السلك بطيئة بسبب تصادمه مع الشحنات الأخرى ترجمة نانسي قنقر